موسيقى أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة الأردنية رواند كفارنة تابعوا حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة ولكن بعد أن نتابع فقرات البرنامج التي نبدأها بجولة في رحاب القصيد قصيدة هي القدس نور الله من ديوان طيور القدس صفت صفت في روباها الفاتنات موارد وغيبها في لجة السحر شاهد وطهرها هذا النبي وسره وباركها آي الكتاب الخوالد ويقرأ فيها الناس ما الله قاله عياناً وتحب في ثراها الفراقد سماء هي القدس العتيقة والكوى نجوم وآيات الكتاب قلائد وأزهارها السحر الحلال وساحها دفاتر حب والقباب قصائد لها يصعد العشاق في كل ليلة بأرواحهم والجسم في الأرض راقد ألم تر أن الله أنزل نوره فجنت بنور الله تلك المساجد إذا سجد العشاق فوق ترابها تبينت أن الكون حولك ساجد ترى الشجر المحزون أورق غصنه وغنت غناء المستهام الأوابد وتحسب أن الصخر أطربه الهوى فمالت من الشوق الصخور الجلامد هي القدس نور الله أنا لنوره بأن ينطفي والنور بالله خالد لقد جاءها من كل صقع وبقعة وحوش يعميها تقي وعابد وكل يراها في الحياة عروسه وكل لواء الحب للقدس عاقد ألم تر ليلة كم دعي بوصلها تغنى وأحلام الدعي شوارد إذا شرك الداعي إلى الحب غيره إذا شرك الداعي إلى الحب غيره فقد دل أن الحب بالشرك فاسد هي القدس للطهر المصفى فدلني على أهله فالآخرون زوائد لقد عضض الإيمان قلب حبيبتي كما عضض الكف المؤزرة ساعد فقل حين تثغ كل شات بأرضنا هو الذئب ما غنيته لك راصد فدع عنك أوهام السلام فدع عنك أوهام السلام فإنما سلامك تحميه القنى والشدائد وأسرج لها خيلا وزيتا وراية وهب فإن العجز بالمرء قاعد إذا رمت صيد النجم فاذخر عزيمة فما نال صعب الأمر إلا المعاند غدا تحتفي الله في القدس نلتقي وتصف لنا تلك الربا والمعاهد وتشد طيور القدس حين تزورها فكل غريب الدار لا بد عائده بعد هذه الجولة في رحاب القصيد أدعوكم إلى جولة في رحاب الكتاب وفقرة هذا كتابي أعزائي المشاهدين أسعد الله أوقاتكم بكل خير أنا الكاتب والناقد أسيد الحوتري وهذا كتابي يحمل اسم حديث الروح وهو سلسلة قصصية من ثلاث مجموعات المجموعة الأولى النظرات المجموعة الثانية الهمسات والمجموعة الثالثة اللمسات هذه السلسلة من طباعة دار الرواية للنشر والتوزيع هذه السلسلة القصصية تبدأ بكتاب النظرات والذي يحتوي على 122 قصة قصيرة جدا هذا الجنس الأدبي الجديد نسبيا ثم في المجموعة الثانية والتي هي الهمسات قمت بإضافة قصص قصيرة إلى جانب القصص القصيرة جدا ثم في المجموعة الثالثة التي هي اللمسات قمت بإضافة ومضات قصصية إلى القصص القصيرة والقصص القصيرة جدا تعالج هذه القصص هذه النصوص القصصية هم الإنسان بشكل عام تتطرق إلى مواضيع عدة كانت تركيز دائما مع القصة القصيرة جدا على المفارقة في حياة الإنسان أشكر لكم متابعتكم دمتم بكل خير ولا ندعوكم إلى متابعة هذا التقرير الثقافي ألوان على أمواج البحر بهذه الكيفية اختتمت فعاليات معرض لون الورد الدولي للثقافة والفنون بنسخته الثامنة في مدينة إسطنبول حيث ضم المعرض لوحات مرسومة وصورا فوتوغرافية لمواضيع مختلفة تعبر عن وجدان الفنانين المشاركين في معرض لون الورد الدولي المعرض يشمل فنون تشكيلية زائدة فوتوغرافية أما المشاركة مالة الفوتوغرافية لوحة بعنوان ذا اللون أو الوحيد تعبر عن تأثير السوشيال ميديا على الإنسان بحيث لون ينعزل الإنسان من يكون بالتواصل أو أي شيء بما يخص السوشيال ميديا يعني بحيث إذا نلاحظ اللوحة الكادر الموجود باللوحة هي المرأة بحيث من عزل نهاية عن كل الموجودين على المول مكان كان مكتظ بالناس والسيفتي لا أعلى بالصورة والباكينجراند للصورة هو الحائط إذن يعني عزل تام عزل كامل يعني حبيت أوصل هاي الرسالة من هاي الفكرة أو هاي اللقطة أنه تأثير السلبي للسوشيال ميديا على حياتنا وعلى تواصلنا ويعوائلنا ويناسنا ويأصدقائنا بحيث يعني من حيث لا ندري يتم العزل تقائيا بالنسبة للأعمال الأخرى أعمال يعني جيدة المشاركات من النساء أغلبهم نساء طبعا أعمال جميلة وراقبة جدا ومن دول عربية مختلفة منها فلسطين سوريا لأردن لبنان ومن العراق ومن دول أخرى وحتى يمكنني سماعة أكو مختاربين مشاركين بالأعمال خطوة حلوة وجيدة والفكرة أجمل بعرض البحر أنه يكون هذا المهرجان وفي إسطنبول طبعا أنا اخترت صور معينة اللي هي بترمز عن التواصل والتكافؤ والحب اللي هو بيجمعنا مع أهل سوريا وطبعا هاي الصور بمثلها فيهن فينا وفين بتواصلنا لهذا الاشي الصورة الثانية عندي صورة الغزال اللي هي عم بوصفها بالقوة والحكمة والذكاء والفطنة طبعا هاي والتحدي كيف عم بيحقوها لوحتي ممكن ما بتعبر شكلا بأنه حرب بس هي بتوحي على الطبيعة على أنه كائن بري وكائن البري هو كائن حر وطائر حر مثله مثل أي حدا ونحن كبشر كمان فينا جزء من الحرية بأنه من حقوقنا الحرية من حقنا نطير ونروح ونعيش ونبادر برأينا بأي مكان إن كان وعبر منظمو المعرض عن سعادتهم بنجاح هذه المناسبة للمرة الثامنة وتنظيمها بشكل خارج عن المألوف وبينوا الهدف من إقامة مثل هذه النشاطات هو أول شيء أنه نحن نترك بصمة جميلة قيمة في بلاد المغترب ثاني شيء نحن نعمل اللفيف الوطني العربي اللي فرأته السياسات فنحن بنجمعه من خلال المحبة من خلال الفن من خلال هذا التواصل الفكري والفني بيننا وبين الفنانين كما تضمنت فعاليات المعرض فقرات ترفيهية واستراحة للضيوف وللمشاركين الوافدين من عدة دول عربية وفي ختام المعرض تم تكريم المشاركين كما تم الترويج لأعمالهم الفنية المميزة التي حضيت بإعجاب الكثيرين أهلا بكم من جديد ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة الأردنية رواند كفارنا فاسمحوا لي أن أرحب بضيفتي أهلا وسهلا بك أهلا بك سيد رواند ضيفة على فضاءات والرافدين أهلا وسهلا بك سيد محمد حياك الله فرصة طيبة بداية أنت أصدرت مجموعتين قصصيتين الأولى بعنوان للأشياء أسماء أخرى والثانية ذاكرة متكسرة نتحدث عن الأولى حقيقة في الأولى أقف أمام عبارة نصفها الأول فيه جذب للقارئ الرجل عندما تقولين أن أبطال قصصك عاشوا مرارات النساء أحيانا في النصف الآخر من العبارة فيه نقمة إذ تقولين وكثيرا ما تسببوا بآلامها يعني هناك أحيانا مساحة ضيقة وهناك كثيرا ما تسببوا بآلامها يعني كأني بك خادعت القارئ الرجل إذ يعني ظن أنك تنصفينه ثم سحبته إلى فخ القبول بتحمله وزر عذاب المرأة أو بوزر عذابه للمرأة هل هو كيد النساء؟ مبدئيا عندما تكتب المرأة مجرد القفز عن منحدر أو هل نحكي منحدر الخوف تعتبر مغامرة جريئة فعليها أن تحتمي بمظلة من الكلمات دائما أقول علينا أن نحتمي بمظلة من الكلمات وأحيانا كثيرا لا نقول كل ما نفكر فيه نعم الآن من الإنصاف أن أقول بأن المرأة ليست بريئة دائما في كل القصص بل هي جزء يعني جزء فاعل في الحكاية هي تؤلم وتؤلم هي تذنب ويخطأ في حقها فمن الموضوعية والعدل ألا أحمل المرأة أو الرجل كل أخطاء العلاقة أو مسار القصة ولكن من حقي أنا كأنثى أن أدافع عن الأنثى الرجل فليبحث عن رجل يدافع عنه أما المرأة فهي قضيتي أنا إمرأة سأدافع عما أرى في المرأة والرجل فليبحث له عن من يدافع عنه وهم كثر نعم يعني أنت ما كنت منصفة حقيقة في العبارة ربما قارئ آخر يعني مر عليها مرور كرام قلت هنا أحيانا في النصف الأول من العبارة صحيح وهناك كثيرا يعني هي التقاطة قلت لك ربما يعبرها القارئ لكن هنا أحيانا في مساحة ضيقة أنه تحمل الرجل مرارة للنساء وهناك كثيرا ما تسبب بآلامها يعني شوف هنا مرارة وهنا آلام صارت أيضا أعمق حتى انتقاء العبارة وقلت لك أنه يظن القارئ الرجل أنك ينصفته في هذا أولا بدأت بتعنيب المرأة أنه هناك مرارات تحملها الرجل لكن في النهاية هو وجد نفسه أنه هو أمام نقمة وواجل تقولين أيضا في استمرار هذه العبارة أو في إكمال العبارة تقولين الواقع يخبرنا أنه عند اللحظة الفارقة الأغلبية يكفرون بحق المرأة في إعلان ذاتها وهنا ازدادت مساحة النقمة على الرجال لو أردنا أن نعرف مساحة الذات التي تسعى المرأة لإعلانها ماذا نرى؟ أولا نعلق عن مرارة المرأة اتجاه الرجل هنا أعبر عما يجول بخاطرها ولا أحمل الرجل كامل أو مطلق المسئولية بمعنى أستطيع أن أشعر باستياء من أستاذ محمد دون أن يكون قاصد هذه المرارة وأعيشها مع نفسي فمشاعري مسئوليتي أنا وحدي هذا ما حاولت إظهاره بأن مشاعر المرأة أحيانا تتفاعل داخلها وتكون ذات فوران عالي لأن المرأة بطبيعتها عاطفية وعلى الأغلب معظم ما تشعر به المرأة لا يكون رجل مسئول مسئولية مباشرة عما تشعر به بل هي تفاعلات داخلية الآن هل المرأة تريد أن تعبر عن ذاتها؟ أنا أرى أن هناك في عوالم المرأة زوايا كثيرة مخفية وتخشى إظهارها نحن لا نستطيع الحديث عن أبسط أبجديات الحياة عند المرأة وتعتبر عيب وأستطيع أن أعدد لك مجموعة أبجديات حياة المرأة ويعتبر التعبير عنها خطيئة أو مجرد حتى رغبتها في أن تجد من يحبها في فترة ما كان التعبير عن الرغبة بالزواج هو قمة الأنوثة الأنوثة الآن مجرد التعبير عن أنها ترغب في زوج أو حبيب يعتبر ليس حقا لها ويعتبر عار بناء على العقل الجمعي المجتمعي وليس بناء على ما هو صحيح أو ما كان من ضمن التاريخ لأن في التاريخ حالات كثيرة نساء خطبنا رجال بطريقة معتبرة ومحترمة لكن الآن يعتبر عيب كبير إذا أعبرت المرأة عن حاجتها إلى الرجل وتجلد بالتعبير عن هذا الحاجة الطبيعية بينما لا يجلد الرجل طيب كيف تستطيع أن توازن بين هذه العراف التي ربما هي في بعض جوانبها قاسية تجاه المرأة وبين أنها تمارس حقها في إعلان ذات دون التجاوز على أعراف المجتمع ننظر لها كإنسانة مبدئيا التربية تبدأ من عند المرأة فالطفل الذي ينشأ في بيئة تسمح له بأن يحترم المرأة كإنسانة سوف يكبر ويعاملها بنفس الطريقة كإنسانة لها حاجاتها لها هواياتها تستطيع أن تقول ما تشاء دون أن تتهم بما تقول هي فقط تعبر عن مشاعرها الآن سنعود إلى وعي مجتمعي هذا الوعي المجتمعي بحاج إلى سنوات لست أنا من سأغير وعي المجتمع كامل ولكن أنا أحاول أن أأخذ زاوية وأعبر فيها عن نفسي بعفوية وبصراحة قد تصدم المتلقي أحيانا ولكن أقول بأن مجموعة أصوات مجتمعة لنساء تعبر عن ذاتها بقوة وبطريقة صحيحة ستغير المسار ولو بعد حين ستخلق نساء قويات يستطعن التعبير والتغيير والتأثير إن كان سياسياً إن كان اجتماعياً أو على المستوى الإنساني وهذا يحدث حالياً بطريقة يعني صحيح بطريقة تأخذ وقت لكن هناك أصوات مسموعة إذن البناء الأساسي يبدأ من العائلة بناء الذات للمرأة تبدأ من العائلة من المرأة من الأم نعم من الأم جميل نتحدث بشكل أعمق عن المجموعة الأولى أو قصص المجموعة الأولى القصة الأولى هي ذاكرة متكسرة وهي أخذت عنوان المجموعة أو المجموعة أخذت عنوان هذه القصة في مستهل القصة يعني تصفين حال بطل القصة إذ يتقاطر العرق من وجنتيه وهو يعاني من حرارة الشمس بحيث أنه يشعر كأنها تنتقم كأن الشمس تنتقم منه هذا النص استحضر في ذاكرتي رواية رجال في الشمس لغسان كنفاني لا أدري لماذا حقيقة لكن حرارة الشمس وأذاها على رجل يعمل في هذا الظرف سحبني هذا النص إلى رواية غسان كنفاني رجال في الشمس إلى أي مدى تماها هذا النص مع أسلوب كنفاني الآن أنا هذه ثاني مجموعة قصصية عندي وبتأكيد ما زالت عالقة في بقايا أو شخصية القصصية لم تتبلور بطريقة مئة في المئة لم توجد بطريقة نهائية لذلك بالتأكيد أنا في مجموعة تأثرت بعدد كبير غسان كنفاني يوسف إدريس كثير من القاصين مؤنس الرزاز يعني عدد كبير من القاصين والقاصات وهو متواجدين ستجد يعني صوتهم موجود بطريقة ما بجملة بفكرة وهو تأثير يعني قد تكون تأثير غير واضح لكن موجود بالخلفية من يقرأ يجب أن يتأثر إذا لم يتأثر طبعا إلا وتنعكس على كتاباته نعم بالضبط فستجد تأثير يعني بالتأكيد المجموعة هي عبارة الكاتب عبارة عن نتاج ما يقرأ نعم ومن يقرأ غسان لابد أن يتأثر نعم إذن قرأتي لغسان كنفاني قرأتي لكتاب أخر منهم مؤنس الرزاز فكما قلت دون دراية أن القراءات الكثيرة تنعكس بالنتيجة على أسلوب الكاتب وهو يقص وهو يكتب القصيدة لكن المبدأ له بصمته الخاصة لا شك هناك قصتان حملت عنوان متقارب وهي بطولة رجل عادي ونهاية رجل عادي جاءت تلو بعض يعني كلمة عادي تعطي أحيانا معنى معنى هادئا وأحيانا كثيرة تعطي معنى سلبيا يعني يعني هي رديفة لمن يعيش على الهامش دون أن يؤثر في الحياة أو أنه لا يلفت الانتباه أو أن وجوده وعدمه سيان يعني فهل هذا ما كان يعني ينطوي أو يختفي خلف أو يتوارى خلف السطور قد تستغرب إذا قلت لك بأنه في نقاش سألت أحدهم لو كنت قاص وكان أمامك رجلا سألت الأول عن حياته فأخبرك بأنه درس تخرج تزوج وأنجب وزوج أولاده وهو الآن متقاعد ورجل آخر أخبرك بأنه لم ينجح في دراسته ثم سافر ثم تعلم في الخارج وتنقل في أكثر من مهنة ثم تزوج ثم تطلق ثم عاد إلى الوطن والآن يحاول من منهما يكون البطل المثالي للقصة سيكون الشخص الثاني بالتأكيد لأنه حياته مليئة حياته مضطربة نعم مليئة بما يمكن أن تضع رأيك فيه وتلصقه فيه بكل أريحية الرجل العادي هو الرجل الإنسان الطبيعي أنا وأنت نعيش حياة بدون مطبات هوائية كبيرة أو مطبات اجتماعية الآن الرجل العادي في قصتي هو رجل إذا قرأت صفاته هو تزوج وتخرج ولم يحاول أبدا أن يخرج عن الإطار العام لم يفكر أبدا في أن يكون له عمله الخاص لم يفكر في أن يصنع شيئا مختلفا نعم ودائما نقول من لا يعمل إذا لم تضف إلى الحياة فأنت بنفسك إضافة نعم فهذه قد تكون القصتان نوع من التحريض على أن يكون لك رأي ومبدأ بالحياة لا تكون مثل هذا الشخص يعني هي رسائل مبطنة أنه رأيي بأن هذا الشخص مات بطريقة عادية دون أن يترك أثر فقد تكون رسائل يعني شخصية مني للقارئ أنه كن مختلف قل افعل شيئا مختلفا لتترك براك أثرا جميل إذن أنت معي أنه في الغالب تعطي معنا سلبيا نعم طيب القصة الأولى وهي بطولة رجل عادي أن الرجل العادي كيف استطاع وهو لا يمتلك قدرات عالية جدا في الفطنة والذكاء أنه يتحسس أن هذا الرجل الواقف على الرصيف هو ينوي أن يفجر نفسه لأن الرجل العادي يكتشف أي اختلاف عن الطبيعي نعم فهو اكتشف أقل اختلاف باضطراب الرجل الواقف عندما سأل قال كان يقف بطريقة وصف طريقة وقوفه بأنها طريقة غير عادية نعم فبالتالي الرجل العادي يستطيع أن يكتشف ما هو ليس بعادي ولا يستطيع اكتشافه في نفسه فهو سيستمر عادي ولكن سيكتشف خلفه أو حوله كل ما هو ليس بعادي جميل يعني لك حضور لافت حقيقة في الأمسيات والفعاليات الثقافية وهذا الأمر معروف أنه يرفض صاحبه بمزيد من الطلاع على تجارب مختلفة وقد يستفيد من هذه التجارب من خلال الاطلاع الواسع سواء كان على مستوى الشعر مستوى الأدى مستوى الفنية التشكيلي أي نشاط أو فعالية ثقافية إلى أي مدى استفدت من هذا الحضور المتواصل مع الفعاليات الثقافية الآن الثقافة ليست مجرد قراءة كتاب أنا أحيانا قد أستفيد من أستاذ محمد إذا التقيت وتحدثنا في موضوع من تلاقح الأفكار وتلاقيها والنقاش قد يكون لدي فكرة وأنا أعتقد أنها صحيحة مئة في المئة ولكن مجرد النقاش مع مفكر أو كاتب أو أديب قد تضيء لي أفكار أخرى قد تضيء لي جوانب أخرى والاطلاع على التجربة الإنسانية أهم أنا باعتقادي أهم الاطلاع على التجربة الإنسانية أهم فقط من قراءة الإنسان في كتاباته الإنسان في كتاباته مقيد لأن هناك رقيب سيقرؤون سيقرأ لي فلان سيقرأ لي فلان وقد يقول بلقاء شخصي ما لا يستطيع كتابته فأنا استفدت جدا بجلوسي بلقاءاتي بحديثي مع كثير من الأدباء والمفكرين الذين التقيتهم أكثر بكثير مما وجدت في كتبهم بل أني وجدت أنه في الكتاب لا يستطيع القول كل شيء يعني التواصل مباشر مع كتاب معينين أو شعراء معينين أنك اكتشفت أشياء لم يستطيعوا أن يودعوها في كتبهم أنتوا طرأت على كتبهم ثم التقيت بهم شخصيا طبعا إما حرجا أو خوفا أو هناك المجتمع في أي مجال خوف؟ أحياني يكون له رأي واضح جدا في موضوع معين لكن لا يكتبه لا يخرجه للعلاء لكن في الجلسات الخاصة يتحدث بحبية أو لم يأتي مناسب لذكره يعني الشاعر ليس مطلوبا منه أن يخبرني مثلا بكتاباته ما رأيه في العمل التطوعي أو في عمل المرأة مثلا أو فيما تعانيه المرأة من حياتها اليومية لكن قد يعبر بطريقة ما أنه نعم أثناء الجلسة بأنه نعم هناك طرق وهناك أفكار كثيرة جدا وأيضا أفكاره الاجتماعية أفكاره في الفلسفة ليس مطلوبا منه أن يضعه بالشعر ولكن قد في جلسة قد يكون هناك نقاش ونصل إلى عملية أفكار وهذه هي عملية بناء الثقافة أن تقول ما لديك وأقول ما لدي ونصل إلى نتيجة جميل سوف نكمل بعض الفاصل معذرة فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد في فضاءات جديدة ضيفتي لهذه الحلقة الكاتبة العودنية رواند كفار نعود إليك سيد رواند كنا أتحدث عن الحضور ويستفيد دائماً الذي يحضر في النشاط الثقافية والفعاليات سواء كان ضيف ضيفاً أو مشاركاً أو حضور عادي وقلت أن هناك أشياء تطرح في الجلسات الخاصة لا تطرح في العلن سواء في الكتاب أو في أمسيات مفتوحة يعني وقلت أنك استفدت من هذا التواصل وهذا الحضور الدائم بيدي أن أسهل أن هناك يعني نرى يومياً أو بين حين وآخر إنبثاق متديات وتجمعات وروابط ثقافية وأدبية يرى بعض المختصين والمتابعين أنها استنساخ لبعضها وأنت عضو فاعل في عدة منتديات ولك حضور كما قلت قبل الفاصل حضور لافت في هذه النشاطات والفعاليات الثقافية يعني كيف ترين الأمر؟ يعني هل كما قال النقاد المتابعون أنها استنساخ لبعضها؟ أما أنك ترين فيها اختلافاً يمكن التمايز بينها؟ مبدئياً في ظل ضعف الدعم الإعلام الرسمي للشاعر والكاتب والقاس يبحث القاس أو الكاتب أو الأديب بشكل عام عن منصة تقدمه بشكل لائق المنتديات نجحت أنا أتحدث عن منتديات الصف الأول نذكر الجياد أنا عضوة فيه منتدى البيت العربي منتدى البيت الأدبي لدينا في إربة دارة المثقفين والمغنى بالجديد نجحت بعضها في إيصال صوت المثقف والأديب بشكل جيد والحراك الذي تقوم به حراك يحسب لها في ظل كما قلت لك يعني لا يوجد هناك مكان يتبنى الأديب بشكل مستمر وبشكل لائق مثل هذه المنتديات الآن هناك شق ثاني أنه هل المنتديات الكثيرة سيتمخض عنها أديب جيد أم هي مجرد استنساخ؟ الآن أنا أقول عبارة بأنه يحق لأي من يعتقد نفسه بأنه شاعر أو أديب أن يقف على المنصة من باب أنه حرية التعبير ولكن المنصة أنا أقول دائما بأنها غرباء القاسي جدا المنصة لن تقبل إلا الشاعر الحقيقي والأديب الحقيقي والقاس الحقيقي وجود المنتديات سيوفر لك الفرصة لن يصنع منك أديب هو سيوفر فرصة الآن كثرة المنتديات بالعادة دائما هناك كما نسميها موجة موجة القنوات الفضائية موجة المنتديات وسيثبت شيء جيد ويثبت نفسه الأديب الجيد على هذه المنصات مطلوب مننا فقط أن ننتظر وسيظهر الكاتب والقاسي والأديب الجيد وسيبقى المنتدى الذي يستطيع أن يحترم القاسي الذي يخرج على منصته وسيستمر نحن بحاجة إلى المنتديات يعني أنا إذا لم أجد هناك منتدى يقدمني بشكل جيد للجمهور أنا لا أستطيع أن أفرض نفسي على جمهور المنتدى يقوم باستدعاء الأديب أو القاس ويقدمه إلى الجمهور يقدمه على منصة محترمة كما قلت وهي فرصة ليلقى الأديب أو القاس أو الشاعر الجمهور جميل حضور حدثنا عن كثرة انبثاق منتديات وقلت طبعا عبارة جميلة أننا نحتاج إلى منتديات يعني كثرتها ربما كما يقول بعض المتابعين والمختصين أنها السنساخ أو تكرار لنشاطات مختلفة وحقيقة هذا أمر مسلم به أنه نشاطات تكاد تكون متشابهة إلى اختلاف فقط المكان والموقع واسم المنتدى بدي أن أسألك عن الحضور المتواصل أو المشاركة المتواصلة لبعض الكتاب والأدباء والشعراء في هذه المنتديات الظهور المتواصل والظهور المتكرم هل هو حالة إيجابية أم سلبية؟ هناك شقين في سؤالك أولا الجمهور ونحن للأسف نفتقر للجمهور الحقيقي أنا أسميه جمهور وهمي نعم بأنه هو جمهور نفس الأشخاص يستمعون لبعض فتلقائيا عندما يكون الجمهور واحد سيكون هناك نوع من التكرار نفس الأشخاص سيخرجون إلى المنصة مرات عديدة متكررة الآن هناك عبء مبدئيا على الشاعر نفسه أو الأديب نفسه بأن يخلق جمهور حقيقي بمعنى أن يحاول أن يصل إلى جمهوره عن طريق الآن نحن في عصر أنا أعتبره ذهبي وهو لقاء الجمهور على طريق منصات التواصل الاجتماعي على اليوتيوب على قنوات التلفزة هي فرصة ذهبية لخلق جمهور جديد التكرار في الصعود على المنصة إذا كان نفس الجمهور فهو مضي على الوقت على الأغلب ولكن إذا صعت على المنصة وهناك جمهور جديد يريد أن يسمعه وتعطش للسماع إذن هي فرصة لإظهار إيصال ما أقول فبالتالي على الشاعر أن يختار المنصة التي يقف عليها يختار المنتدى الذي يشترك معه ويختار جمهوره ستقول لي كيف سيختار جمهوره الجمهور هو الذي يأتي المكان يحدد أنا جمهوري في إربد غير جمهوري في العقبة غير جمهوري في مادبة إذا كنت أصعد على المنصة في نفس الجمهور في نفس المكان إذن ماذا أقدم؟ ومضي على الوقت على الأغلب وفقط هو خلق لجمهور وهمي الجمهور الحقيقي هو الجمهور الذي يأتي يخرج من بيته كما قلت سابقا يخرج من بيته ليحضر والله للأستاذ محمد ليستمع ما لديها والذي يجب أن يكون يحترم هذا الجمهور أما الخروج على المنصات مرات عديدة دون وجود جمهور حقيقي أعتبر أنه ليس جميلاً نعم لنجمع للعبارة حالة سلبية حالة سلبية نعم جميل أنت فستي بجازة للخاطرة ينظمها منتدى الجياد الذي أنت عضو فيه حقيقة الخاطرة على الرغم من أنها تكتب بنفس أدبي وهناك نصوص جميلة جداً نطرب لها عندما نقرأها وفيها روح الشهر أحياناً لأن بعض النقاد يظلمون هذا الجنس من الكتابة ولا يعدونه أدباً كيف ولدت فكرة أن تقام مسابقة وجائزة لهذا الجنس من الكتابة؟ للأمانة في الجياد نحن نسبقون لأشياء كثيرة نحن أقبنا مسابقات للفن التشكيلي وأزعم بأنه كنا أول أشخاص نقوم بهذه العملية وتم إنتاج لوحات في كتاب وتم توزيعه الخاطرة لم يتم استثنائها كجنس أدبي بالعكس تم الاعتناء بها لأن الخاطرة جزء أساسي من القصة القصة عبارة عن دراما بالإضافة إلى الكثير من الخواطر أثنائها يعني أنت لم تستطيع أن تكتب إذا لم تستطيع أن تكتب الخاطرة الخاطرة هي أساس الرواية والقصة هي جزء أساسي من الرواية والقصة فكان العناية بالخاطرة من قبل منتد الجياد يعني أفهم من ذلك أن كل الذين كتبوا القصة والرواية نبدأ بالخاطرة واستعانوا بها أثناء كتابة القصة والخاطرة أنت بالبداية تكون القصة مجرد خواطر أنت أفرقتها على الورق ثم ظهرت لديك الشخصيات والحبكة والعقدة وتفاعل الأشخاص داخل القصة فأنا أتوقع أتخيل بأنه كل من يريد الكتابة يجب أن يبدأ بالخاطرة هو ما يجول داخلك ثم يتبلوره بشكل ما إما قصة أو رواية أو خاطرة وحتى الشعر هو ما يجول داخل خاطرة كل ما يكتب هو ما يجول داخل خاطر الأديب طيب هناك معايير ثابتة لتقييم النص بالنسبة للقصة بالنسبة للرواية وبالنسبة للقصيدة أيضا الخاطرة ما هي المعايير التي اعتمدت في تقييم النص الأفضل للأمانة أنا لا أعرف المقيمين لأنه تم إخفاءهم عننا إحنا يعني بالجهد نبعد حتى بعد الفوز المعايير تم إعلانها من قبل أستاذ سامر لما أعلنت النتائج لكن أنا لا أعلم بالضبط المقيمون فالمعايير كانت تستخدم كان بمجملها اللغة الفكرة الصور الفنية والبلاغية يعني النص بشكل عام كيف يقيم بشكل عام وكان يعني من ناس مختصون باللغة العربية أما أنا لا أعلم بالضبط يعني نعم اكتفيت بالفوز هو جميل أنه يعني منتدى الجياد أعطى يعني قيمة اعتبارية لهذا الجنس من الكتابة قلت لكي أنه بعض النقاط لا يعدونه جنسا أدبيا خلص الجنس الأدبي الشائر كأساس لهذه لأمتنا ثم القصة ثم الرواية أو جاءت الآن بظروف لا نستطيع تحديدها تماما أصبحت الرواية في المقدمة وطبعا رواية هي ليست أدب عربي في الأساس لكن يعني جاءت من الأم الأخرى ويعني برع فيها بعض الكتاب العرب وقدمونا نماذج راقية جدا يعني بعضها تحول إلى عمل درامي ممتاز لكن الخاطرة تبقى قلقة في التوزيع والاهتمام في المشهد الأدبي نادر ما نسمع هناك نشاط ثقافي أقيم للخاطرة ونسمع خواطر من بعض كتابه فجميل أن هذا المنتدى ربما يسجل له السبق في هذا المجال صحيح جميل حضرتك أنت حاصل على بكروس علوم حاسبات وتقومين بتدريس هذه المادة في المدارس الأردنية وأنت كاتبة أدب يعني هل حاولتي أن تشركي الطلاب بعيدا عن هذه المادة المادة الجافة التي هي علوم الحاسبات أن تشركيهم في الإبداع الكتابة استنهاض ما بداخلهم من مواهب مبدئيا أنا مشرفة طالبات المتقدمات لتحدي القراءة للجميع وهو مشروع وطني بالتعاون مع الإمارات العربية يقوم كل طالب بقراءة عشر كتب في كل كتاب خمسون كتاب ثم يتم تقييم العمل مسابقة داخلية داخل المدرسة والانتقال إلى مراحل تصفيات الآن الخمسون كتاب أنا قمت بقراءة مجموعة كبيرة من الكتب وترشيحها لطالباتي هناك مجموعة من طالباتي شاركنا في مسابقات للقصة وفزن هناك أنا أسميها عصابة صغيرة وليس نادي كتاب نحن عصابة في المدرسة صغيرة نقوم بقراءة الكتب ثم مناقشتها ويعني للأمانة هذا جيل جديد جيل ذكي جدا أستاذ محمد يمكن أنا أكبر حالي عندما أقول أنني من الجيل هناك جيل أصغر لكن نعم هذا الجيل جيل ذكي يقرأ ويعلم يقرأ ولا تمر الأشياء مرور الكرام لديه فقد تعلمت من طالباتي شيئا كثيرا ولدي كما أخبرتك نادي كتاب داخل المدرسة نقوم بقراءة الكتاب ونناقشه وأيضا أقترح أسماء كتب ونهاية كل حصة أقوم بسؤال طالباتي عن ما كتبنا وأحاول دعمهم لأنه ببساطة أنا وأنا في المدرسة قد لم أجد الدعم الكافي فأحاول أن أقدم ما أستطيع لطالباتي لأنه كل إنسان يستحق الدعم وأنا فخورة فيهم جدا جميل مشروع تحدي القراءة يعني أنا قبل فترة حضرت توزيع جوائز لطلاب فائزين بهذا المشروع مشروع تحدي القراءة ومن ضمن المشرفين على هذا المشروع الشاعر والروائي المعروف أستاذ الدكتور أيمان العتوم وهو دعاني لهذا النشاط أنتم ما تقومون به وضمن هذا المشروع أعتقد بأنه لديهم مشروعهم الخاص بأن من يقرأ عدد معين من الكتب المشروع ينضوي تحت وزارة التربية والتعليم نعم هو مشروع طبعا في المدرسة يعتبر عبئ أن تتابع الطالب ليقرأ خمسين كتاب يتناقش معه الكتب لتعطي أفكار ليفكر بها أن تقترح عليه أسماء كتب يعتبر عبئ زائد ما قام به الأستاذ أيمان العتوم هو عمل مبادرة أتوقع أنها خاصة منضوية تحت يعني خاصة بهم نعم أتوقع والكتب أقل عددها وتم تكريمهم بشكل شخصي من أستاذ أيمان نعم ما أقوم به منضوي تحت وزارة التربية والتعليم وقد على شيء مصغر داخل المدرسة فعلت نفس الشيء بأنه من يقرأ خمس كتب يكرم داخل المدرسة ويعطى هدايا ولم تكن كتب بالمناسبة جميل أنت مديرة لمؤسسة قادة العقول الأثار فضولي هذا العنوان قادة العقول يعني كيف تقودون العقول وما الفئات العمرية التي تستهدفونها بفعاليات هذه المؤسسة مبدئيا الإسم يدل بالعادة على ما نطمح بأن نكون نحن نطمح بأن نكون قادة ليس فقط للأجساد بل قادة للعقول القائد يجب أن يقود القلب والعقل لمن يقوده للفرد الذي يتبعه نعم فقادة العقول جاءت لكي نحاول أن نكون مستنيرون نعم في العقول الفئات نحن نقوم بالتدريس والتدريب والأبحاث وهناك ورشات كتابة قصة أو اللغة الإنجليزية أو تدريب على اللغة الإنجليزية واللغة العربية بشكل عام نعم يعني المادة الأساسية التي تقدم للفئات العمرية هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية فقط واللغة الإنجليزية وهناك دورات تدريبية في كثيرا والأبحاث والعمل أبحاث خاصة والمساعدة في البحث وأي خدمات هل هناك فئات عمرية محددة في هذه الفعالية؟ نعم الفئات العمرية من خمس سنوات إلى ما لا نهائي نحن نستقبل أي أحد يود أن يعني ختيارية أيضاً تستضيفون أعدكم؟ ما في ختيارية نحن 99 شباب جميل جميل شكراً لك الكاتبة الأردينية راوند كفارنا على هذا الحوار الممتع شكراً لك شكراً لكم سيد محمد شكراً لك شكراً لك عزيزي المشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة